السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتون يا جماعة وهنخش على طول في الموضوع سبع أسباب رئيسية أدوا إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء على مدار الأربع تيام أو تلات تيام اللي فاتوا كان وصل أقصى لـ 52 جنيه بعد كده نزل تدريجياً لـ 51.75 بعد كده 51.50 بعد كده 51 بعد كده نزل 50 درب لتحت على طول نزل معايا نزول مرة واحدة كده رح سقط من الكوباية أعرض كوباية سبحان الله لغاية لما وصل يعني 49.48 دلوقتي بيلعب ما بين 48.48 48.50 لممكن ينتقل معايا 49 وانزل تاني 46 ونشوف الطريق بتاعه يبقى ماشي عامل ازاي خلاننا نتكلم على طول بشكل تحليلي سريع عشان الهبد الكبير جدا جدا اللي انا شايفه يعني مش حاجز اتكلم يا جماعة اكتر من لاحز اتكلم خلينا نتكلم كراجل الاقتصاد احسن راجل محترم احترم نفسي وبلاش اتكلم في حق حد لانه مش متعود انه اتكلم في حق حد يعني على الرغم ان من ضمن الاسباب اللي احنا بنتكلم عليها لانخفاض سعر الدولار في السعودة هو المعلومات عموما يعني جماعة عارفين الكلام ده طب عنوان كبير جدا للسابع اسباب اللي انا قلتهم عندك اول سبب اللي هو انخفاض حجم الطلبات انخفاض حجم الطلبات المفاجأة على الدولار لان حصل زخم شرائي والزخم ده وقده الى تدافع الدولار من مستويات ال 45 الى 44 الى 45 نقط فوق سبحان الله وصل لل 49 دخلنا في منطقة الخمسينات ولمسنا عند 52 ودلوقت احنا شايفين القصة ماشي ازاي طيب تاني حاجة بنضمن المعلومات اللي قدت الى انخفاض القصة ان مفيش بدأت نبرة ان مفيش تحرير لسعر الصرف موضوع التعويم هيبدأ الكلام فيه ان مفيش تعويم دي معلومات قد تقوم بقى ان هتيجي بعد كده ولا لأ بس انا بورر لحضراتكم حجم تأثير المعلومات على القصة ان الناس اللي بتقول الاشاعة والناس اللي بتتكلم واللي بترمي والناس اللي بتساكل وناس اللي بتقض دي ببهجر الدني تالت حاجة احنا قلنا اول حاجة انخفاض حجم الطلبات المفاجئة على الدولار تاني حاجة اللي هو مفيش تحرير لسعر الصرف كمعلومات متدولة تالت حاجة بقى لهجة ورسائل الحكومة بانهاء ازمة العملة اللحجة دي احنا قلنا جماعة دايما في اسعار سوق العملات وسوق الذهب والعملات عموما بيشتغل على حاجتين اساسيين مهمين جدا جدا بيحركوا السوق اللي هي حالة التفاؤل وحالة التشاؤم فالنهاردة ده ادى الى زيادة حالة التشاؤم لدى المضاربين بارتفاع سعر دولار في السوق السوداء الانباء بقى المتلاحقة من رسائل الحكومة بانهاء ازمة العملة ده ادى الى سلبي مضاربين ايجابي اتجاه هابط تالت حاجة احنا قلنا تلاتة كده اربعة اربعة اللي هو تجديد الودائع من الدول العربية لدى البنك المركزي ايه اللي حصل الامارات جددت وديعة بقيمة مليار دولار لمدة سنة بتهيالي اه مدة تلات سنين الامارات جددت وديعة بقيمة مليار دولار لمدة تلات سنين يعني هتستحقها عند 2026 عندك الكويت مددت اجل وديعة الاربعة مليار على شرحتين طالما ان هي فضلت من شريح على شرحتين ده يعمل اكستراك يفك الضغط شوية على ده على المركز من ضمن الحاجات بقى اللي موجودة احنا قلنا كده اللي هي تجديد الودائع من الدول العربية عندك الامارات والكويت كانوا لعبين الملعب بتاعهم برضو اثر معنا يبقى نخش فيه رقم اربعة اللي هي برنامج دعم برنامج دعم وتعزيز الصادرات البرنامج دوة طبعا ادى الى زيادة موافقات البنوك على فتح اعتمادات مستندية جديدة عشان الهب اللي بيتقال مالوش اي علاقة بالواقع اللي احنا بتتكلمه يعني الناس اللي هما بتتكلمه دولا من ضمن الاسباب اللي احنا بنتكلم عليها برضو عدم سؤال البنوك عن مصادر الحصول على الدولار ده طمن شريحة كبيرة جدا جدا من المضاربين من اللي كانوا بيتحواطوا من التعويم وكان المصار بتاعهم عبر الدولارة ان كانوا بيلجأوا للسوداب دلوقت وبدأوا ان هما يتنحوا وبدأوا يرجعوا تاني للبنوك لعمل شهادات جديدة طيب يبقى اذا كل الكلام اللي انا قلته ده كل الكلام اللي انا قلته ده من اوله الاخره هو ده اللي بيقدي الى ان ينزل كده سعر الدولار من السوداب يسقط لمن اتنين وخمسين يسقط عند تمانية وخمسين عند تمانية واربعين مفيش اي حاجة تاني غير الكلام اللي انا قلته ده يعني يعني الكلام اللي انا قلته ده هو ده اللي اللي شامل كافي وافي للقصة عبارة عن انباء ومعلومات بتتقال عشان القصة بتاعت الدولارة نشوف المصار بتاعها هياخد انه اتجاه وبالفعل دلوقتي بدأ ياخد اللي هو الاتجاه الهبوطي وفقا للمعلومات اللي تم تنقله انتقل سريعا يا جماعة للدهب دهب بقى عشان بس يعني الكلام مهم جدا جدا فيه دلوقتي النهاردة يا جماعة تاريخ النهاردة بقول كده بسم الله الرحمن الرحيم في موجة هبوط هتيجي للدهب في اي لحظة خلاص تاني في موجة هبوط جارف هتيجي للدهب لدليلك العلمي الناس اللي بتابع معنا على قناة تليجرام عندنا قاعدة اساسية بتقول عند وصول الذهب الى قمة تلامس الذهب الى اعلى قمة لابد ان يرتدي بنفس سرعة الوصول الى ادنى قمة يعني المصار كل ما بيزيد الصعود المستمر كل ما بيؤدي الى هبوط مستمر وتطلع تاني العجلة وتنزل اه دي كده اهو يعمل كده اللي بيطلع فوق عرض اللي بينزل تحت طلب اللي بيطلع فوق كده عرض هو اللي بينزل تحت طلب قاعدة اساسية مناطق الشراء هي مناطق الشراء مناطق البيع هي مناطق البيع اكبر غلطة بيقع فيها الناس انه بيجوا عن يعمل عمليات البيع عند مناطق الشراء ويعمل عمليات الشراء عند مناطق البيع كلام ده انا حذرت منه اكتر من مليون مرة على قناة التليجرام الكلام ده هو مش هايده التهني لان انا فعلا منكمل السرس اللي عندنا يعني وانا دي صبر بنرك تغيب على الصفحة والكلام ده ويا جماعة الناس بتكلم كتير على 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 اليوتيوب والكلام ده والناس دي يعني امسرع ما مفعش واحد يقول انا بحلل الذهب وهو ايده مش في معلين فالذهب هياخد موجة موجة هبوط لان انا دلوقتي عندي المهاردة سعر الانسة وصلت دلوقتي الفين الفين تمانين يعني الفين دلوقتي خلق بنقول كم الفين اربعة وتمانين دخلت فى الفين اربعة وتمانين ماشي ونقول يا سيدي اقصاها وقت لما هتوصل معي عند اللي هي الموجة اللي هي تصحيح الموجة التالتة من الشرط يبقى انا عندي حضرتك ممكن ياخد معايا الفين تسعين الفين واحد تسعين لو دخل معايا لو عاء لو في بقى نقطة العزم اللي هي نقطة العزوم الأولية عند نقطة الاندفاع عند نقطة المقاومة في الارتداد الهبط لو عزمت عند 2090 أنا كده بقول بسم الله الرحمن الرحيم إنه ممكن يطلع ياخد بس شرطي بغاية فوق 2100 2111 وينزل لتحت 2000 2000 إيه؟ ده ممكن ينزل 1995 دولار كلام اللي بقوله ده كلام خطير جدا كلام اللي بقوله ده أنا مش بتوقع يعني أنا مش بنجم أنا ليه الشرط بيقول كده ليه الشاشات هي اللي بتقول كده ليه التحليل الفن بيقول كده أما التحليل الاقتصادي ليه رأيي تاني التحليل الاقتصادي إنه هو طالما إحنا التحليل الفن خلاص قمم وبينزل تاني قمم صعود وبعد كده بينزل بنفس إيه؟ سرعة الوصول إلى قمم الهبوط وبعد كده بيرتد تاني ده التحليل الفن هو اللي بيقول كده التحليل الاقتصاد يقول لها كاسيدي انت رهن القرارات قرارات العالمية عموما القرارات زي ما انت بتشوفوا دلوقتي لسه دلوقتي شرح قزمة الدولار من شوية والأسباب اللي قدت إلى قاسب شرح قصة الدولار الأسباب اللي قدت إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء فدي كلها كلت معلومات مبنية على قرارات اتخذت قرارات دولية اللي هي تجديد الوداع الدولية البنوك بدأت تتحرك في اتجاهات تتبع سياسات عدم السؤال عن مصادر الوحصول على الدولار وده زي ما نقولت طب من الناس كتيرة جدا في اتجاه الدولارة لهجة الحكومة ورسائل الحكومة ورسائل الطمأنة المستمرة بانهاء قزمة العملة ما فيش تجديد لي سعر الصرف كرسائل برضو بتتقيل كل ده قدت إلى كمعلومات قدت إلى لكن بالنسبة للدهب انا شايف من وجهة نظري ان الصعود اللي طلع ده من الناحية الاقتصادية طالما ما قابلوش قرارات ما فيش قرارات جديدة قرارات جديدة تؤدي إلى ايجابي دهب اطاقعا هيرجع تاني لمراكز الهبوط بتاعته ويممكن ينزل معانا لل 2600 2650 2700 اقصى وبعد كده نشوف الطريقة لو ما فيش اي قرارات تانية هينزل معانا اوتوماتيك لو ما فيش تعويم عموما عشانا بس اريح القصة الناس اللي تتكلم بلاحجة التعويم لو طلعت الحكومة اكدت ان ما فيش تعويم الدهب هيتهبد هابدة ما بعدها هابد يعني مش هينزل قوي لكن هينزل من مستقات اللي هي اللي فيها دلوقتي اللي ممكن ينزل معايا اتنين تلتمية اتنين ربعمية لكن ده على اللونج تيرمك تحليل بنظرة اقتصادية مرهونة على قرارات ما فيش قرارات وهو دلوقتي في وضع استقرار ووضع سبات دلوقتي ما بين الالفين وتمنمية لغاية الفين تمنمية وخمسين الفين تمنمية الفين سبعمية وتسعين يعني فيه بيلعب فيه منطقة السبات دي طب منطقة السبات شاب بس يعني الحتة دي حتة مهمة منطقة السبات دي هل دي منطقة بيع ولا منطقة شراء يعني ناس كتيرة جدا جدا بتتسأل في المعلومة دي منطقة السبات اللي هي النقطة اللي انا بتكلم فيها دلوقتي اللي هي الالفين وتمنمية الفين تمنمية الفين تمنمية وخمسين الفين سبعمية وتسعين الفين نقول الفين سبعمية وستين هل دي منطقة بيع او شراء دي لمنطقة لبيع ولا منطقة شراء ديميالوجية نظر قد يختلف معايا من يختلف وقد يتفق معايا من يتفق أنا قد درستي أنا مدرسة اللي أنا أتكلف فقد أدرستي فيكرا اقتصادي عموماً يعني بقول أن دي منطقة ثبت يعني دي لمنطقة لبيع ومنطقة راقب ليه؟ لأن إحنا اتفقنا لسه قلمت شوية أن مناطق البيع بيع هو مناطق الشراء شراء ما ينفعش لأنا أجب مناطق الشراء وأعمل بيع ما يفعش اجب ملاطق البيع واعمل شراء لان انا دلوقتي همدي الشرط عالي الشرط عندي عالي مش عايز اقولي الشرط عشان ده كلمة كبيرة جدا على السوق المحلي عشان ما اديش السوق المحلي قيمة يعني مش قبطل ان ده ده سوق المعلم حنتير هزا ما احنا اتفقنا والقصص دي بس خلينا اتكلم بلغة الشرط لغة الاتجاهة عمومنا انت دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده ده وقت ثبات اي قرار ركز بقى معايا في الكلام اللي هقوله ده اي قرار منتمي لي اجراءات شددية من البنك المركزي هيرفع الشرط يعني ممكن نلاقي نفسنا دخلنا في التلاتة التلاتة وشوية ده بالنسبة للسوق المحلي اي قرار داعم لي انخفاض الطلب على الدولار وخاصة الدولار على السوق السودة تحديدا يعني داعم لي هيؤدي الى انخفاض الذهب زي ما انا قلت من شوية للمستويات اللي ممكن يوصل دي يبقى اذا انا اللي يخليني انا غامر دلوقتي بالنسبة لي احط لو طلع ايالي يقولك ايه ما ممكن يوصل لغاية الفين وتسعمائة مش هتخسر حاجة لو اشترت عند الفين وتسعمائة اه اسف لو بعت عند الفين وتسعمائة او اشترت عند الفين وتسعمائة بس دي مش ملاطق شراء لان انا مربوط بي اه اللي هو سعر السعر العادل للذهب اللي هو للاسف حاليا دلوقتي بألف تسعمائة وتمانين جنيه يعني النهاردة التاجر حاصد في كرشو وفقا لدلار السوق السودا اه سبعمائة وتمانين سبعمائة وعشرين جنيه كده من غير منه كده مع السوق السودا على الرغم ان المفروض ينزل فالمفروض ينزل معنا حتى الفين وسبعمائة جماعة نزله يعني معلش تعالوا على نفسك ونزلوا غاية الفين وسبعمائة مصر لا دم ثابت ماسك نفسه عند الفين وتسعمائة هينزل هيتهبد ممكن يتهبد ليه لو ما فيش قرارات لكن الشرط بيقول لي ان الذهب هينزل الشرط اللي هو التحليل الفني للشرط بيقول ان الذهب زطلامة ان الذهب العالمي بياخد موجة صعود عنيف حياخد موجة هبوط بنفس ذات القوة في اتجاه هبوط مرتدة عند الموجة التالكة زي ما كل الناس عارف بينعكس عليه الذهب المحلي وصل بعنواتا واقتدارا لمستوى ملوش اي علاقة بالحبل زي ما بيقولوا فالنهاردة لو الذهب العالمي وصل للقمة وارتد بسرعة انا بقول لحضراتكم ان الذهب المحلي هينزل معيه على طول بنفس عزل القوة بس اللي بأكد عليه ان المفروض الذهب المحلي ينزل دلوقتي من ال 82 اللي هو مسك فيها فوق دي بتاعت المعالم حمتيرة واصحابه واللي هم تجارة ذهب يعني ليينزل يعني لغاية 2700 يعني يحسسون ان في اكشن يعني ساسفينس كده يدونا كده حاجة كده يعني يحسسونها بالقصة فنش 2800 2850 لمناطق بيع ولا مناطق شراء 2800 2850 دي لمناطق بيع ولا مناطق شراء انت بيع الذهب زي ما انت تحب يعني انت حضرتك بحتاج الذهب وقالتها اكتر من مرة لأي اضطرار انت محتاج الذهب محطوط عشان الطوارئ للزمن فلو جاء عليك الزمن بيع الذهب يعني ابن حضرتك محتاج حاجة محتاج يعمل اي حاجة محتاج يعمل مشروعه محتاج عملية محتاج كذا يعني اللي انت علي كم الدولار اليوم لسازة حنين دولار تسعر البنك دلوقتي في التوقيت الحالي من 3095 لتلاتين يعني تسعين ما بين تلاتين تسعين لتلاتين اي سا تلاتين خمسة تسعين تلاتين خمسة تسعين تمام السودة دلوقتي تمانية واربعين تمانية واربعين ونص ده بالنسبة ل ده ده في التوقيت الحالي بتاريخ النهاردة جماعة عشان البس ممكن يتقال بعدين او مناس تراجعوا بعدين في الكلام ان شاء الله بزينا اشوفكم على خير يا جماعة وانا اكسب جدا جدا على القطالة يا رب اكون افدتكم لان البس ده انا عامله زي النظام ايه مش توصيات يعني انا مش بدي توصيات في البس بس على قد من انا بدي درس للناس اللي تلاميذي يعني الناس اللي هم بيتابعوني اكتر يعني في سؤال هاخده بيقول ايه طب اللي اشترى بي 2800 كده هيخسر خالص خالص انا بتكلم على فكرة اللي ده يعني برضو في حتة كده برضو مهمة جدا مفيش حاجة اسمها اخسرة في الدهب الذهب لا فيش حاجة اسمها اخسرة اطلاقا في الدهب الدهب تحتفظ به لمدة عام بيبقى مع حضرتك سابت الناس اللي كانوا اشتروا عند 2800 قبل كده وقالنا لهم ان السقرة هيرجعلكوا تاني مكانش حد كابل يصدق لا بيرتد لان دي نفس القوة اللي زارها هيرجع لها تاني وهيطلع فوق ويرجع تاني ينزل دي حركة الدهب يا جماعة طب انا عايز اعمل ايه انا بشتري الدهب اللي بحفظه لمدة سنة وفا اكثر وقت لما تحتاجوا بعدين انت مبتخسرش انت حضرتك كنت بتشتري ازازة الزيت بعشرة دي تمام في الفين مثلا اتنين وعشرين مثلا حلو رافعت بمية جنيه مثلا في الفين تلاتة وعشرين مثلا يعني كل اللي فيها لما تسيل الدهب هتلاقي قيمة اللي هي القيمة اللي انت كنت تشتري بها ازازة في الزيت اللي عشرة جنيه دي عملت قيمة الازازة بالمية جنيه اللي هي في تلاتة وعشرين فلا كسبت ولا قسرت التخفزت على قيمة اللي ان احنا في حالة التضاخم بيتنخافط قيمة العملة الناس اللي بتقول توقعات العقارات الحديد المجهولات اللي بتاع دوة الحاجات التانية هتكلم فيها في بس تاني انا بس تأذنكم ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير الناس اللي بتقول الدولار احسن ولا الدهب هقفل عليهم البس الدهب السلام عليكم ورحمة الله